السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله نهاردة هنبدأ مع بعض نحل الميني بوكلت على المناع. واول حاجة عندنا على طول كده مباشرة بعد بسم الله. كده خلصنا من اول ميني بوكلت. التاني بيقول لك اكتب المصطلح العلمي. احدى غدد الجسم المفرز لهرمون له دور مناعي. اي غدة واي حاجة هتبدأ لك بغدة ويقول لك دور مناعي هي التيموسية خلاص. مفيش اي نقاش فيها. طيب ترصيب السموك. المقصود بيه ان بتفرز النباتات المصابة طبعا سواء بجروح او قطع مادة السمخ دي حولها مواضع الاصابة. حتى تمنع دخول الميكروب داخل النبات من خلال الاجزاء الايه? اه المقطوعة او المجروحة. وبعد كده على طول عندنا اختر الاجابة الصحيحة. عندما يهاجم الجسم الميكروب فان الاستجابة المناعية الاكثر قبولة والتي تحدث فور دخول الميكروب هي طيب. فكر هنا كده معي. هنا ايه اللي بيحصل? ده ميكروب. ادري ان هو يدخل. اخد بالك انا بيقولك ايه? فان الاستجابة المناعية الاكثر قبولة. والتي تحدث يبقى بتحصل امتى? فور دخول الميكروب. يعني اول ما الميكروب يدخل على الباب كده ايه? من الجسم. تمام كده? طالما هو ادري يعد مسلا الجلد وراح داخل منه. يبقى ازا هو ده عدة من خط الدفاع الاول. يبقى مين اللي بيشتغل? خط الدفاع التاني. طب خط الدفاع التاني ده محتاج ايه? محتاج الهستامين? صح كده? طيب. يبقى هي اللي معها الهستامين دي اللي هي قيام الخلايا الصارية بافراز مقدة الهستامين. وبالمناسبة الخلايا الصارية دي اللي هي الخلايا الحمضية. بتبقى اللي هي الخلايا الحمضية دي هي الخلايا الصارية. ما النتائج المترطبة على انقسام الخلايا الباقية المنشطة. الخلايا الباقية المنشطة. ايه اللي هيحصل? لما بتنقسم الخلايا الباقية دي بكل بساطة بتنتج العديد من الخلايا الباقية البلازمية اللي هي بتنتج كميات كبيرة من اجسام مضادة. تمام كده? ودي بقى اللي بتفضل ماشي الاجسام مضادة في الدم عشان تحارب اي ايه? اي ميكروب. تاني حاجة ان الخلايا اللينفاوية بيطلع بقى منها يعني خلايا لينفاوية باقية. تمام كده? الخلايا الباقية الزاكرة دي بتفضل اعدى من عشرين لتلاتين سنة بتحمل المعلومات الخاصة بيه الانتجين الذي سبق الاصابة به. وتنشط الاستجابة الثانوية بين قصين السريعة. او اذا تعرض الانسان لنفس المرض مرة اخرى. طيب تتعرض الجروح احيانا لحدوث التهاب. في ضوء ذلك اجب. ما دور الهستامين في الاستجابة المناعية. الهستامين ده دوره ايه? دوره انه بيعمل تمدد للاوعية الدموية في مكان الاصابة. فالتمدد دوك يؤدي لزيادة نفازية جدران الاوعية الدموية اا والشعيرات الدموية للسوائل. تمام كده? من الدورة الدموية. وبالتالي بيبدأ انه يحصل تورم للنسيق في مكان الالتهاب. فبالتالي ده يسمح بان المواد الكيميائية المزيبة والقلايا كمان. والقلايا اللي هي سواء البلعمية او غير انها تيجي لمكان الاصابة. تمام كده? فبالتالي بيتيح الفرصة القتل للميكروب. عارف زي ايه بالزبط كده? زي مثلا اني انا معايا عربية مثلا والعربية دي بتشيل اربع ركاب بس. تمام? ده اربع ركاب. جيت انا حطيت الهيستامين ده على العربية. فالعربية بقى بدل ما كان وسعها انها تشيل اربع ركاب. بقى وسعها انها تشيل سبع ركاب. يبقى انا هنا عملت ايه زودت? عدد الناس اللي هتيجي. هو ده بس ضبط اللي بيحصل. بمدد الاوعية الدموية. فبالتالي اقدر ان انا اعد كمية سوائل كبيرة واجيب عدد اكبر من الخلايا اللي هتحارب. حلو التشبيه دوك كده يعني اتمنى ان التشبيه يكون حلو. طيب بعد كده. ما الفاادة من استجابة اكثر من نوع من خلايا الدم البيضاء في الاستجابة الالتهابة؟ ايه الفايدة من انه بيستجيب اكتر من نوع؟ طبعا ده تبع السؤال الفات. من خلايا الدم البيضاء في الاستجابة بالالتهاب. طبعا انا جايبتها فوق ان انا ما بيستجيب عدد كبير من الخلايا ده بيتيح الفرصة ان انا اقتل وحالب الاجسام الغريبة ديك او الميكروبات او الانتجينات اللي بتاخذوا ايه الجسم. تمام? مقام كان وجود الانتجينات الانتجين ده على سطح الاجسام الغريبة. سواء كانت ميكروب فيروس اي امكان اللي بتاخذوا ايه الجسم. ما الذي يحدث في حالة غياب السليلوز من جدار الخلية النباتية لنبات الفول. طيب قد بالك هنا لو غاب السليلوز في الجدر الخلية النباتية ايه اللي يحصل? هنا السؤال ده مرتبط بالدعامة والحركة ومرتبط بالمناعة. اول حاجة اللي مرتبط بالدعامة والحركة هقوله انها تفقد ايه? تفقد دعامة تركيبية الخاصة بيها وبالتالي تفقد الصلابة والكوة. هيتفقد ايه الصلابة والكوة. تمام كده? تمام. تاني حاجة المرتبط بالمناعة ان انا هقوله قياب السليلوز يؤدي الى ضعف الجدر الخلوية وبالتالي سهولة دخول الميكروب الى النبات. تمام كده? خد بالك دخول النبات او دخول الميكروب داخل النبات دي مش هتلاقيها مجابة في كتاب يعني الكتاب في الاجابات من المشكاتب ديك. ماشي فياخد بالك منها. طيب تسمية الخلايا التاقية المساعدة بهذا الاسم. انا ليه سميت الخلايا التاقية المساعدة بالاسم دوج? طبعا السؤال ده بيجي كتير. تمام? هقوله بكل بساطة. لان الخلايا التاقية ديك تقوم بتنشيط الانواع الاخرى وتحفزها للقيام باستجابتها المناعية. اه وكمان بتحفز الباقيه. على القيام بدورها وهو انتاج الاجسام الوضعه وبالتالي سميت بالمساعدة. لانها تساعد في تنشيط الخلايا. وضح تركيب الجسم المضاد طبعا ده وضحناه قبل كده في الشرح بتاع الجسم المضاد. ورسمته سهلة. يعني مفياش اي حاجة صعب. وبرضو ان شاء الله انا ان شاء الله حاول ابدأ كده من النهارده. اكتب الرسومات اللي انا ما نزلتهاش على الخناة. وهبدأ ان انا اجمعها عشان اصورها وانزلها. تمام? طيب. كيف يمنع النبات انتشار مكروب خلال انسجته عن طريق الوسائل المناعية التركيبية المختلفة? تمام? كده هنا بيقولك عن طريق وسائل مناعية تركيبية. تركيبية. خد بالك من ايه من اللفز ده? النبات ازاي بيمنع انتشار الميكروب خلال الانسجة من خلال وسائل مناعية تركيبية. طبعا عندنا تلات طرق. التلوزات. وحاطة خيوط الغزل الفطري. اللي هو المهاجمة للنبات دوج بغلاف عازل. فبالتالي يمنع انتشاره من خلية للاخرى. كل ده عن طريق الانسجة هو. والحساسية المفرطة وهو ان بيقوم فيها النبات بتخلص من النسيج المصاب. تمام كده? دول التلاتة. هتقول لي طب ليه ما نقولش الفلين? الفلين دوك بيبقى الكائن مدخلش اصلا لاي خلية. الفلين ده بيتعمل من برة. هل في كائن دخل او كائن جي من الفلين? لا. ده هي الخلية او النبات نفسه ما بقاش في اي اصابة اي حاجة. ده هو كده انا اتفتح اتفتحة في النبات. هرح مترصب الفلين سده. تمام كده? اما اللي انا قلتهم دول ايه? حساسية مفرطة ده يعني كائن اصاب نسيج النبات. فبالتالي عايز يتخلص منه يروح متخلص من نسيج كله. تمام? اتيله زاد. ده الكائن دخل خلاص ووصل جوه القصيبات بتاعة الخشب. فبالتالي عايزين نهيك حركته. احاطة خيوط الغزل الفطري. ده بيبقى اصلا الغزل الفطري امتد الغزل بتاعه داخل خلية. شوف الصورة اللي موجودة في الشرح. داخل الخلية. فبالتالي انا كل اللي بعمله امنع ان هو يمشي من الخلية دي الخلية التانية. تمام? طيب في الانسان كان مين اللي بيقامل نفس العملية دي? ان هو يمنع انتقال آآ فيروس من خلية الخلية تانية. كان عندنا طبعا الانتر في رونات. تمام كده? ديك اللي قلنا بكل بساطة انها آآ بتروح للخلية التانية وتنبهها تقول لها خد بالك آآ في فيروس. الفيروس ده موجود عندي. خد بالك منه وعمل احتياطاتك عشان اول ما يجي لك توقفي على طول عمله. تمام كده? وما تخلوش يعرف يتقاصر وتصبتي النشاط بتاعه والتقاصر بتاعه. ماذا تعرف عن بقع باير? بقع باير ديك عقد صغيرة او نقط او لطخ زي ما تقول يعني بيسموها حاجات كتير آآ بتتجمع على شكل لطع او او بقع بتنتشر طبعا قلنا في آآ بتنتشر على الجشاء المخاطر اللي بيبطن الامعاء. ويه? ليها دور مناعي. او بيعتقد ان لها دور مناعي. تمام كده? اكتب نبزة مختصرة عنه. خلايا الدم البيضاء المحببة. خلايا الدم البيضاء المحببة دي تلات انواع. الخلايا القاعدية والحمضية. والمتعدلة. تمام كده? ودول التلاتة دول بيعملوا مع بعض على ان هم يكفحوا اي عدوى. تمام كده? سواء عدوى بكتيرية والتهابات. وكمان بتحتوي على حبيبات. الحبيبات ديك بتقدر انها تفتت خلايا الكائن الممرض. تمام? الحبيبات اللي جوا ديها دي وظيفتها. تمام? ولذلك ان هم اصلا ساعات بيقدروا يقوموا بعملية البلعمة ويبتلعوا الكائن الممرض. وعن طريق بعد ما يبتلعوه الحبيبات اللي جوا دي تروح مفتتاها. تمام كده? طيب ماذا تعرف عن الالصاق? الالصاق ديك هي اا احد طرق عمل الأجساب المضادة.dersقا ويقوم بيها الجسم المضاد اللي هو IGM طبعا ده بسبب وجود العديد من مواقع الاخطابات مع الانتيجيناتov بيق اللي بكل بساطة بيؤدي ذلك الى ان هو يقدر يعرفها اكتر من ميكروب وبالتالي بيضعفهم في نفس الوقت تمام كده فيجعلهم عرضة للالتهاب تمام كده؟ اذكر مثالا لكل من ما يأتي. خط دفاع اول يقدر جهازة التنفسي من الميكروبات والاجسام الغريبة التي تدخل مع الهواء. خط الدفاع اول. بيوقي الجهاز الايه? التنفسي. تمام? طالما جهاز تنفسي. يبقى ده عندي قولنا المخاط. تمام? ومع الاهدام الموجودة بالممراض التنفسية. ما هل بلغم ده بيخرج ازاي? اللي هو المخاط ده يعني? بيخرج ازاي تاني? عن طريق الاهدام? ما نوع المستقبلات المناعية? اللي بتوجد على اخشية الخلايا التاقية? طبعا cd8. اخد بالك اه معلش انا تسرعت. اه التاقية السامة. تمام? التاقية السامة cd8. اما التاقية المساعدة cd4. بعد كده هنا الشكل المقابل يردح جزء من المناعة الخلطية. الخلطية. في ضوء ذلك اجب عن الاتي. خد بالك هنا اه من كم حاجة. بس قبل ما نتكلم في ايديك عايز اقولك اني طبعا في فيديو انا حالل فيه كل رسومات المناعة اللي موجودة في كتاب الامتحان. بكل سهولة. وكمان فيه واحد تاني حالل فيه الاشكال البيانية كلها والرسومات البيانية. فبالتالي عايزك لازم تروح تشوف اه الفيديو اللي محلول فيه اسئلة اختر. اللي هو بتاع المناعة اسئلة اختر والمصطلح. الفيديو المحلول فيه الرسومات بتاعت المناعة. الفيديو المحلول فيه المخططات بتاعت المناعة. التلاتة دول مهمين جدا بجانب الميني بوكلت. كده يبقى انت المناعة بالنسبة لك بقت عبارة عن اا اا اقول لك ايه اتفه مما تتصور كان خلاص بقت بالنسبة لك اا اا مسلسل حفظه مسلا او حاجة زي كده. ده كده تقريبا كل حاجة ممكن تلاقيها في المناعة. هنا اول حاجة بيقول لك ايه اا ما جزء ما اسم الخلية رقم اربعة. اسم الخلية رقم اربعة. تشوف كده رقم اربعة. هتلاقي بكل بساطة اني رقم اربعة ديك. تمام? فيها سي دي تمانية. تمام? طيب سي دي تمانية اد المستقبل. تمام كده. وبترتبط بيها. طبعا دي اللي احنا هنقول عليها هي الخالية المساعدة. تمام? ودي عندنا بكتيريا ودي خلية بلعمية كبيرة. تمام? عشان بس نفتح افهم الاول الرسمة ماشية ازاي. هنا دي خالية ايه مساعدة? وهنا اا هي مرتبطة ببروتين التوافق النسيجي الموجود على البلعمية الكبيرة. والبلعمية الكبيرة ديك اتنشطت بانها بتبلع البكتيريا. تمام كده? ده قراءتنا للرسمة بشكل مادئي. تمام كده? ده اهم حاجة. بعد كده. حدد موضع الخطأ في هذا الشكل. تمام? ولماذا? طيب ايه هو بقى موضع الخطأ? موضع الخطأ خد بالك ولا انا كنت بقولك عليه? عشان بس انا لما جيت قلت لك ان دي دي المساعدة. هتقول لي يا مستر ما انت لسه فوق ايه? لان المساعدة سيدي فور. ما هقول اما انت بتغلط لا اما بقى بتشتغلني. هقول لك ما هو انا عشان كده لما جيت. لقيت ده? قلت لك استنى نقرأ الاول الرسمة. فقدلنا نعرف ان رديك عبارة عن ايه? ان انت عبارة عن خلية بلعمية كبيرة. والخلية البلعمية الكبيرة دي مرتبطة بمين? بالتي اتش? الخلية البلعمية الكبيرة ما بترتبطش بحاجة الا بالتي اتش. لكن التي سي ابدا ما تروحش الخلية بلعمية. تمام كده? فده الغلط. فيبقى اقول له هنا ان الغلط هنا ان المستقبل المناعي اللي هو الام ايه الام اتش سي اا دوق بيرتبط بيه السيدي فور او ان الخلية التاقية المساعدة يعني بتحمل سيدي فور وليس سيدي تمانية. فده موضع الغلط. تمام كده? ماذا يحدث عند الارتباط الخلية رقم اربعة برقم خمسة. طبعا اللي بيبدأ يحصل لما ترتبط المساعدة بالمستقبل ده اللي موجود على البلعمية كل اللي بيحصل انها بتتنشط ودي بقى خلية ايه مساعدة منشطة وبعد كده تبدأ تنشط بقى ايه? كل الخلايا البلعمية الاخر او مش خلايا بلعمية كل الخلايا اللي مفاوية الايه? التانية.